موسيقى كالسي فوفي نقاو رويحنا في العودة المدرسية في العودة البرلمانية اما زادة في العودة الاعلامية وين تلافزوا الاضاعات يحضرون برامجة جديدة وخاصة سياسية فما بالا جديدة امتاع السيزون جديدة ولهنا يهمنا برشا ان نفهم معلقة بين السياسيين والاعلام ما لبرجي بشربك ويجي اركش هل ينفرقوا الرمان موسيقى برا ننطلقوا مع المركات التلفزي والاضاعي وين بتسعى تستحفظ على التشكيلة بوجود برهن بسيس اللي كان في نيداء تونس والحبيب واجيلة اللي كان في حراك شعب المواطنين وزيد تتعاقل مع خليفة بن سالم اللي كان سابقا في قلب تونس ونسمة وزيدها مع محمد سترودي من حزب مشروع تونس ونضح داول مزايق افام في احلى اسباح ونلقى وجه جديد اللي كان بارس في الساحة السياسية وزير سابق اللي هو ياذا الدهماني إذاعة أخرى عملت تغييرات وتعديل في التشكيلة اللي هي ايفام وين وزيرها السابقة مجدولين الشيرنية كانت حاضر لكن المدق سيرة ونلقاو حضور يومي للقييد السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ترك الكحلوية في برنامج 90 دقيق ياخي هذي تلافذ والأحزاب ياخي العلاقة هذي بين الأحليميين والسياسيين عادية بالطبيعة له السياسيين والأحزاب يسيروا الحياة العامة واخلاقية العمل السياسي متضاربة مع دور الصحافة واخلاقية المهنة هذي ويحكم بيه وزيد القاو تخريجة لعندها لأساس لرأس والله يوم يقولوا صحافي اما يقولوا إعلامي ممكن من أكثر الناس اللي يلبسوا دي كاسكيت في التلافذ التونسية هو بورهينا بسيس هات نفهم وما بعضنا البروفيل متاع السيد هذا بورهينا بسيس كان يعمل في البروفاقاندا البن علي والتجمه في 2011 اعلن التوبة متاعه في حنا بعض كان مزال حد يشوفني في السياسة ولا يشوفني في الإعلام ولا لا لا خليناها لما لها بعدها ولا في نسمة مدير برمجة بعد موذية بعدها في قناة التاسعة وين يقدم في برنامج سياسي يومي في 2017 ولا من قيادات لداء تونس حزب البجبوش وفي 2018 يدخل بسيس للحبس جرة قضية فساد تبعته من وقت بن علي اللي هي في كلمتين تحيل على أموال الشعب على خاطر كان ياخه في شهرية من عند الدولة وهو لا يخدم له شيء كيف برهان فما برش اللي يراوا فيهم في تلافزوا الراديويت يجيوا كرونيكورات وهو ما متحزبين للنخاع اما وين المشكلة مع اللاعب على الحبلي كلنا نحبوا الراو تلافزوا الراديويت يعطيونا في أخبار صحيحة لتحاووا تتلاعب بنا لتأثر علينا وخاصة في المواضيع السياسية ومن الحاجات اللي ربحناهم في الثورة هو انهم كثرو وهذه هي اللي تسمى التعدودية اما زادة كثرو الأحزاب والتي تعنموا نفسة سياسية على طول العام وكان ما نقول لش عركة تكسير عضاء اما تمشيش يتغلط وتخمم وأنه العرك والمعروك للصالح العام ومصلحة البلاد والعباد لا على خاطر الاعلام بالنسبة للبرشة السياسيين ماهو الا اداد يأما بشي قثروا بيع العباد ويربعوا اصوات يأما بشي صافيوا عركاتهم وحسابات وباش ما تقولوش هاو يتبلع عليهم هاو بش نعطيكم امثل فالانتخابات التشعيلي فاتت فما حزب اللي عمري سمعت به ونتصور انتو مزادة حزب الرحمة بالتصبحت نقاه ربح اربع بلايس في مجلس النواب طلعوا كيفاش رئيس الحزب سعيد جازيري عندو اذاعة سماها القرآن الكريم ربي يقوي ايمان ويثبت عزيمته الراديو هذا يجبل فريقونس من بوتو محطوط فوق ارض ملك للدولة يزغوين مصنفة منطقة اسكرية لا رخصة لا اجازة ما عند الهايكاء اذاعة القرآن الكريم تبث كان في تونس الكبرى وطلعوا وين ربح الحزب ذا اي نعم الاربع بلايس هزهم في ولايات تونس الكبرى هذي البداية ومازال مازال فما المثال اكبر واقوى عرفتوه في الانتخابات اللي فتت زادة واللي من جورته موجود طوى ثاني يا حزب في البرلمات شكون فينا مسمعش عاملة نسمة بريود الانتخابات بالمسلسل تركي ومسلسل تركي فما جمعية خيرية تفرق في الماكلة والاعانات تلفزة عدية شركة الاشهارة الطيب والحزبي سربي الكل على ملك نبيل وغازي القروي لحد الهناء جوك احلى جو لا محالة من بعد ثورة سينابينا مدخل خشمه في السياسة تحت حز سمس في 2016 نبيل القروي يخرج ويستقيل شكليا من نسمة كبديجي بش يدخل رسميا في الحياة السياسية معاني دا تونس هذا بعض ضغط كبير من الهيكاء مش مزيئ يعني اما بقوة القانون خطل فصل التسعة مقرر الشورط على تلفز الخاصة يمنع اي واحد عنده مسئولية حزبية انه يملك قاناة وزيد وقتها فضح روح وبروح القروي مبخلش على نداء تونس في انتخابات 2014 ودعم البيجي قيد السبسي في حاملته الرئاسية وهذا بالاحصائيات والارقاق وهنين نفكركم بالتسليب المتاعه لحكاية فيه على مزية نسمة على نداء تونس والبيجي واللي بفضلها ربحوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يتسمى اشهار سياسي يجرم القانون الانتخابي اما تطبيقه موضوع اخر نداء تونس تشق وتفتفت البيجي مات ونبيل القروي مزيلي سول وجود نسمة مراخش وتلفت القانون وكملت خدمة كماكينة بتاع بروباجندا سياسية اما المرة هذي للحساب الخاص ها نبيل وقت الى نبيل القروي تراجح الانتخابات الرئاسية في 2019 عباد وبلاتويت الجندت بشتحكي عليه ولن الهايكاء ضربت القاناة بخطاية بقيمة 65 مليون اما كيف ما قال القروي عليش عام القاناة انا ما قبش نحكم فيكم وفي والديكم الجملة هذي سمعنيها معند نبيل القروي في تسريب من برشة تسريبات اللي كل مرة يفحونا فيه بالميهنية والخوف على المسعى العامة واحترام القانون والدولة بالطبيعا فادلك التسريبات كلها نشد ونفطق ونعمل ونجد ونشوه نسمة يمكن كون اكثر قاناة عاملة بروباجندا وكانت اداة بتاع خدمة سياسية اما مهيش وحيدة وتقريبا القاناوات الكل الكيف التاسعة اللي واحد من ملكي لها من عائلة جنيح اللي ولدهم حسين جنيح نائف البرلمان على تحية تونس لم كنتي مهيش مسايسة حتى اطرف كما زيتونة اللي اعمالها اسامة بن سالم عوضوا مجلس الشورى حركة النهضة من غير رخصة واللي مهيش مقصرة في البروباجندا الحركة النهضة وقاناة الجانوبية اللي مولاها العيشي العجرودي اللي زادة عنده حزب وكانك على حوارة تونسي هاو كاسيم الفهري يبحث على الفلوس اللي اخداها معاً سياسيين في الانتخابات اللي فاتت في ظل الشي اللي حكيته لك الكلت نجم تقول شكون اللي راقب في التلافذ والراديويت هذي وشباهم يرتوا على تلق ذراحهم في تونس عن الهايكاة اللي هي الهيئة العلية المستقلة للاتصال السمعي البصري دورها تنظم التلافذ والراديويت باش ميتمش توظيفهم سياسيا ومش تحترم برشاقية من كيف الحرية والمساوية والديمقراطية حقوق الانسان إلخ 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 والأهم من هذا هو انها تحدد شروط حلين تلافذ والإذاعات من 2014 والهايكاة السيس في نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم وبرشا غيرهم الهايكاة عمتل عليها باش تلافذوا الإذاعات هذي يسوي ووضعيتهم القانونية وباقي شيء لين في فيبري في 2020 تقرر انها تصب دوسي بالنسمة وقناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم عند هيئة مكافحة الفساد على خاطرهم لا تبقوش قرارات الهايكاة الحكومة تبيعها مسان ديستيش لا تبقت قراراتها زعمة على خاطر حامها وحرامها ومالكي القنوات اقراب من أحزاب الحاكمة وصاعات حتى قيادات في الحزابة زيت اللي يسرق يغلب الليحاحي تلافذ حسبتهم بالكداو والخطايا اللي تخلص فيهم على مخالفة القوانين تراجع فيهم البرامج والسبونسور السياسيين والعبيد وراء تلافذي هذه حاليا يحبوا يعديهم مشروع قانون اللي يخلي تلافذوا الراديوية تتعمل مغير لرخصة لا شيء يعني ما يستناوش للدولة للهايكاة واي كيكا يزيد ويرفعوا فيها أكثر ويعملوا اللي يحبوا عليه وقيدلي على حرية التعبير والصحف وطلعوا زعمة شكونوا راهض اقتلاف الكرامة حليفة جديدة حزب نبيل القروي وحليفه من الآخر حركة النهضة الترويكة جديدة تحب ترتع كما تحب والفاهم يفهم هذه كانت حلقتنا من تركينا تنسيش مش تعملوا جيم وتحطونا كوموتين اشتري يا رايكم في الموضوع واهم حاجة اعملوا اابوني متتلقوا الانستغرام انتاعي والانستغرام بتاعنا ومشيوا غاديك وتلقوا برشة كونتونيو وانا نشوفكم في الحلقة الجاية باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة